أأخذ لكم شيئاً مما ذكره الطوسي في كتابه هذا على سبيل المثال إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتابي العدة في الأصول العدة في أصول الفقه من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة السابعة والعشرين بعد السبع مئة إنه الفصل الثاني وهذا هو عنوانه في ذكر صفات المفتي والمستفتي هو لا يستعمل مصطلح الاجتهاد لأن الشيعة كانت تلعن هذا المصطلح في ذلك الوقت ولكن أتباعه بالتدريج شيئاً فشيئاً أدخل هذا المصطلح وإلا فهو يذم الاجتهاد في كتابه هذا ولا يستعمل هذا المصطلح لأن الأئمة كانوا يذمون هذا المصطلح ولكنه فتح المجال لاستعماله الفصل الثاني في ذكر صفات المفتي والمستفتي وبيان أحكامهما فما هي صفات المفتي صفات الفقيه الذي يصدر الفتاوى ما هي طريقته في الاستنباط ما هي الأمور التي يحتاجها وهذا الذي يريد أن يتحدث عنه قد أحتاج إلى قراءة طويلة في كلامه وهذا ما سأفعله كي تكون الصورة واضحة لديكم تريدون أن تصلوا إلى الحقيقة عليكم أن تصبروا وعليكم أن تبذلوا جهداً وعليكم أن تدققوا ولا تقبلوا كلامي اجعلوني وسيلة لإيصال المعلومات وأنتم تأكدوا بأنفسكم هكذا يقول الطوسي إنه يتحدث عن منهج مخالف لمنهج العترة بدرجة مئة بالمئة في استنباط الأحكام الشرعية وإصدار الفتاوى منهج ضال بالتمام والكمال بحسب دين العترة الطاهرة لا بحسب حوزة النجفي وكربلاء القذرة وإنما بحسب دين العترة الطاهرة ماذا يقول الطوسي هذا؟ لا يجوز لأحد أن يفتي بشيء من الأحكام إلا بعد أن يكون عالماً به أن يكون عالماً بالموضوع الذي يريد أن يصدر الفتوى حوله لا يجوز لأحد أن يفتي بشيء من الأحكام إلا بعد أن يكون عالماً به لأن المفتي يخبر عن حال ما يستفتى فيه عن الموضوع الذي يستفتى فيه فمتى لم يكن عالماً به بذلك الموضوع فلا يأمن أن يخبر بالشيء على غير ما هو به وذلك لا يجوز فإذن لا بد أن يكون عالماً به ولا يكون عالماً إلا بعد أمور منها أن يعلم جميعاً ما لا يصح العلم بتلك الحادثة إلا بعد تقدمه وذلك وذلك نحو العلم بالله تعالى وصفاته وتوحيده وعدله لا بد أن يكون عالماً بالعقيدة الصحيحة كما يعتقد يعتقد الطوسي بالنحو الصحيح للعقيدة التي هو يعتقدها بحسب عقيدة الطوسي بالنسبة لي أنا أكفر بعقيدة الطوسي وأكفر بدينه وأكفر بفتاوى وأتبرأ إلى الإمام الحجة من دينه وعقيدته وفقه وتفسيره ومن كل هرائه وخرائه الذي أثبته في كتبه ولا زال يسيل في واقعنا الشيعي عبر مراجع النجف وكربل إلى هذه اللحظة منها من هذه الأمور التي لا بد أن تكون متحققة في المفتي أن يعلم جميع ما لا يصح العلم بتلك الحادثة إلا بعد تقدمه وذلك نحو العلم بالله تعالى وصفاته وتوحيده وعدله وإنما قلنا ذلك لأنه متى لم يكن عالما بالله لم يمكنه أن يعرف النبوة لأنه لا يأمن أن يكون الذي ادعى النبوة كاذبا ومتى عرفه ولم يعرف صفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز لم يأمن أن يكون قد صدق الكاذب فلا يصح أن يعلم ما جاء به الرسول فإذن لا بد من أن يكون عالما بجميع ذلك من هو المفتي ولا بد أن يكون عالما بالنبي الذي جاء بتلك الشريعة لأنه متى لم يعرفه لم يصح أن يعرف ما جاء به من الشر ولا بد من أن يعرف أيضا صفات النبي وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه لأنه متى لم يعرف جميع ذلك لم يؤمن أن يكون غير صادق فيما يؤديه هذا الذي يقول عن نفسه من أنه نبي لأنه متى لم يعرف جميع ذلك لم يؤمن أن يكون غير صادق فيما يؤديه أو يكون ما أدى جميع ما بعث به أو يكون أداه على وجه لا يصح له معرفته فإذا لا بد من أن يعرف جميع ذلك وإذا عرف جميع ذلك فلا بد أيضا أن يعرف الكتاب أن يعرف الكتاب الذي جاء به النبي أن يعرف الكتاب لأنه يتضمن كثيرا من الأحكام التي هي المطلوبة أن يعرف الكتاب كمعرفة الطوس للكتاب بحسب ما فسر هو في التبيان هذه المعرفة ولا بد من أن يعرف ما لا يتم العلم بالكتاب إلا به وذلك يوجب أن يعرف جملة من الخطاب العربي وجملة من الإعراب والمعاني ويعرف الناسخ والمنسوخ لأنه متى عرف المنسوخ ولم يعرف الناسخ اعتقد الشيء على خلاف ما هو به من وجوب ما لا يجب عليه وقد كان يجوز أن يعرف الناسخ وإن لم يعرف المنسوخ لأن المنسوخ لا يتعلق به فرضه وإن كان له في تلاوته مصلحة إلا أن ذلك على الكفاية في تلاوة المنسوخ مصلحة فيقول لو عرف الناسخ يكفي مع أنه بحاجة أن يعرف المنسوخ لتلاوته إلا أن ذلك على الكفاية بحدود على الكفاية بحدود الواجب الكفائي غير أنه لو كان كذلك لم يمكنه أن يعرفه ناسخا إلا بعد أن يعرف المنسوخ إما على الجملة أو التفصيل ترديد هنا وهناك إنه أسلوب من أساليب الجدل والمناقشة لإثبات ما يريد أن يصل إليه ولا بد أن يعرف العمومة والخصوص والمطلقة والمقيد العمومة والخصوص في مضامين النصوص في مضامين الآيات والروايات التي جاءت عن النبي لأنه يتحدث هنا عن النبي فقط ما أشار إلى الأئمة لا من قريب ولا من بعيد مع أن الطوسي ماذا قال في مقدمة الجزء الأول قال في مقدمة الجزء الأول من أنه سيكتب مختصرا في أصول الفقه يحيط بجميع أبوابه على وجه الاختصار والإيجاز على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجبه أصولنا هو هكذا قال إذن هو يتحدث عن تأسيس لمذهب بعبارة صريحة فهذا الذي يقوله على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجبه أصولنا إنه يتحدث عن تشيع بحسب رؤيته لا بحسب العترة الطاهرة بحسب العترة الطاهرة هكذا يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقرأ أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الخامسة بعد المئتين إنه الحديث السابع بسنده بسند الكليني عن ربعي بن عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أبا الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سبب وجعل لكل سبب شرح وجعل لكل شرح علم وجعل لكل علم باب ناطق ناطق عن الله عرفه من عرفه وجهله من جهل ذاك رسول الله ونحن فلا يمكن التفكيك بين رسول الله وبينهم لكنه دين أبتار كدعاء التوجه الأبتار الذي علمه الطوسي للشيعة كالتشهد الوسطي والأخير في الصلاة الواجبة الأبتار من دون الشهادة الثالثة كالتسليم في آخر الصلاة الأبتار تسليم على رسول الله ونسلم على أنفسنا السلام علينا ولا نسلم على العترة الطاهرة سلام أبتار تشهد أبتار دعاء توجه أبتار وأذان وإقامة بترى لأنهم يعلمونكم أن تذكروا الشهادة الثالثة بعنوان عدم الجزئية سيكون الأذان باطلا الشهادة الثالثة جزء بل هي الجزء الأوجب في صلاة بحسب آية الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فمثلما ولايته التوحيد والنبوة تساوي صفرا أمام ولايته فكذلك ذكر الشهادة الأولى والثانية تساوي صفرا من دون الشهادة الثالثة ما هناك العقيدة الأساس في بيعة الغدير هذه الألفاظ انعكاس لفظي عن تلك العقيدة العقيدة الأساس والجوهر الأصل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته التوحيد والنبوة يساويان صفرا أمام بيعة الغدير بحسب آية الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته انعكاس هذا يكون في العبادات فالعبادات فروع عن الأصل الذي هو العقيدة إذا لم تتوافق الفروع مع الأصول صارت الفروع باطلة فصلاتكم باطلة الأذان ليس جزءا من الصلاة لكنه إذا جاء المؤذن بالشهادة الثالثة بعنوان عدم الجزئية مثل ما يفتي السيستاني وسائر المراجع فإن الأذان باطل لأنه أخرج جزءا من الأذان وعده ليس جزءا من والحال هو هو في الإقامة الإقامة ليس جزءا من الصلاة مندوبة لكن المندوبة له شروط إذا أردت أن تأتي به لابد أن تأتي به كاملا فالشهادة الثالثة جزء واجب من الإقامة وهكذا في التشهد الوسط والأخير لأن الشهادة الأولى والثانية تساويان صفرا من دون الشهادة الثالثة فسر قبول الصلاة في الشهادة الثالثة مثلما سر قبول الأعمال في ولاية علي وآل علي أليست عقيدتكم هي هذه من أن الأعمال تقبل بولاية علي الأمر هو هو فإن الشهادة الأولى والثانية لا تقبلان إلا بذكر الشهادة الثالثة فهذا انعكاس لفظي عن العقيدة الأصل وهذه فروع عن تلك الأصول فلابد أن الفروع تأتي منسجمة مع الأصول إذا جاءت الفروع ليست منسجمة مع الأصول فإن الفروع ستكون باطلة منطق واضح آيات الكتاب مع العقل مع الذوق مع البلاغة مع حديث العترة منطق واضح لوحة متكاملة منهج أبيض منهج نظيف لا كذلك المنهج أهل قذر البتري أتحدث عن منهج مراجع النجف وكربلاء كل القذارة وكل العفن وكل الرجاسة هناك لأنهم يخالفون العترة والعترة هم أساس الطهارة والتطهير الذي يخالفهم سيكون أساسا للنجاسة والتنجيس وهذا هو الذي قام به الطوسي في مذهبه القذر هذا الإمام الصادق هكذا يقول أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم باب ناطق عرفه من عرفه وجهله من جهله ذاك رسول الله ونحن هنا ماذا يتحدث الطوسي يضرب هذه القاعدة برجله يتحدث يتحدث عن الله وعن النبي فقط وماذا يقول إمامنا الباقر إنه الحديث الحديث الثامن أقرأ أوله لأن الحديث طويل بسنده بسند الكليني عن محمد بن مسلم يقول سمعت أبا جعفر صلوات الله وسلامه عليه إنه باقر العلوم سمعت أبا جعفر يقول كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانء لأعماله هكذا يريد منا أن نستنبط الأحكام بعيدا عن أئمتنا هذا هو الطوسي سأكمل 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 ماذا يقول الطوسي المشؤوم الخبيث القذر هذا ولابد أن يعرف العمومة والخصوصة والمطلقة والمقيدة في مضامين النصوص لأنه متى لم يعلم ذلك لا يأمن أن يكون المراد بالعموم الخصوص وبالمطلق المقيد تلتبس عليه الأمور ولابد أن يكون عالما بأنه ليس هناك دليل يصرفه عن الحقيقة إلى المجاس لأنه متى جوز ذلك لم يكن عالما به ولابد أيضا أن يكون عالما بالسنة إنه يتحدث عن سنة النبي لأنه ذكر النبي فقط ولابد أيضا أن يكون عالما بالسنة وناسخها ومنسوخها وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وحقيقتها ومجازها ما يرتبط بمعاني النصوص وأنه ليس هناك ما يمنع من الاستدلال بشيء من ظواهرها كما قلناه في الكتاب لأنه متى جوز ذلك لم يكن عالما بها ولابد أن يكون عارفا بالإجماع وأحكامه وما يصح الاحتجاج به وما لا يصح ولابد أن يكون عارفا بأفعال النبي عليه السلام ومواقعها من الوجوب والندب والإباحة حتى يصح أن يكون عالما بما يفتي به فإن أخل بذلك أو بشيء منه لم يأمن أن يكون ما أفتى به بخلاف ما أفتى به بخلاف ما أفتى به على الوجه الصحيح وذلك قبيح انتهى كلامه هل هناك من ذكر لأئمتنا هل هناك من ذكر لحديثه هل هناك من ذكر لتوفيقه هل هناك من ذكر لتفهيمه هل هناك من شيء شدكم إلى إمام زمانكم هذا هو المنهج الطوسي الشافعي القذر إنه قذر بحسب موازين العترة الطاهرة ما أنا قرأت عليكم قبل قليل وسأعيد قراءة الأحاديث كي أشدد الحجة عليكم ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه كل من دان الله عز وجل بعبادة استنباط الأحكام عبادة هي من أشرف العبادات لأنها في دائرة المعرفة في أجواء المعرفة إمامنا الكاظم ماذا يقول يقول أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج استنباط الأحكام يشكل جزءاً من لوحة المعرفة الكاملة لأن الأحكام هي انعكاس عن العقيدة الصلاة صورة عن أئمتنا كما يقول أمير المؤمنين أنا صلاة المؤمنين وصيامهم استنباط الأحكام يشكل جزءاً من دائرة المعرفة إنها أفضل العبادات إمامنا الباقر يقول كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله أين الإمام في منهج الطوسي هذا النبي إمام ولكن النبي يرفض أن يكون إماماً لوحده لأن النبي اشترط علينا علياً إماماً من بعده اشترط علينا سلسلة الأئمة هذا علي يفهمكم بعده من من كنت مولاه فهذا علي مولاه لم يفكك فيما بينه وبين علي فأين علي علي بحسب الطوسي ما كان عالماً بالشرع كله في زمن النبي فلذا لا يقارن النبي لأنه كان يجهل الدين هذه عقيدة الطوسي وهو هنا يتحدث عن علم كامل بالدين فهو خاص بالنبي الإمام المعصوم ليس دخيلاً هنا علي ليس دخيلاً لأن علي كان ناقص العلم مثل ما يعتقد هو وقرأت ذلك عليكم من كتابه الاقتصاد فيما يجب على العباد ويعد هذا عقيدة واجبة على مقلديه أن يعتقد من أن أمير المؤمنين كان جاهلاً لم يكن عالماً بكل الدين زمان النبي صلى الله عليه وآله ومن هنا فإن كلامه هذا انعكاس لتلك العقيدة هذا هو منهجه الاستنباطي وهذا هو المعلم الثالث من معالم المذهب الطوسي نقض المنهج الاستنباطي الذي جاءنا عن العترة الطاهرة واستبداله بالمنهج الاستنباطي الشافعي هذا هو منهج الشوافع في الاستنباط ما عندي وقت لو كان عندي وقت لقرأت عليكم من كتب الشوافع من رسالة الشافع أو من كتب الغزال في علم الأصول منهجهم الاستنباطي هو هذا عودوا إلى كتبهم وتأكدوا من ذلك بأنفسكم وهذا ليس مهم الكفر والباطل واضح إنه عدم ذكر الإمام المعصوم في هذا المنهج ها هو إمامنا الباقر يقول كل من دان الله عز وجل بعبادة الحديث عن عبادة وليس عن عقيدة هنا نعم العبادة إنعكاس عن العقيدة لكن الإمام يتحدث عن عمل هنا عن عمل ينعكس عن عقيدة والاستنباط عبادة والاستنباط عمل كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله وإنما يعتمد على سعيه الخاص بحدود المعلومات التي أشار إليها كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال فأية فتاوى ستصدر منه إنها فتاوى الضلال ولهذا يصدرون لكم فتاوى الضلال في أن ذكر علي يبطل الصلاة هذه هي فتاوى الضلال لأنهم يتمسكون بمنهج لا علاقة لإمام زمانهم به كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانع لأعماله الله مبغض كاره لأعماله هذا يعني أن فتاواهم الله يبغضها التي يبغضها الله هل يجوز العمل بها فتاواهم يبغضها صاحب الزمان الفتاوى التي يبغضها صاحب الزمان هل تصدر عن نواب صاحب الزمان هل أن صاحب الزمان ينصب نوابا يصدرون لنا فتاوى هو لا يريدها وهو يكرهها ويراها ضلالا هل هذا الكلام منطقي هذا هو الواقع الذي يضحكون به عليكم يا أيها الشيعة إذا صدق عليكم هذا العنوان من أنكم شيعة أنتم شيعة نعم شيعة الطوسي نعم شيعة السستاني نعم شيعة القوئي نعم شيعة حوزة النجف وكربلاء نعم أنتم شيعة بتريون نعم ونعم ونعم شيعة مرجئيون نعم ونعم ونعم لكن ربما لجهلكم لحسن نواياكم يمكن أن ينطبق عليكم هذا العنوان من أنكم شيعة لصاحب الزمان بنحو متزلزل إذا بقيتم طوسيين فسيرفع عنكم هذا العنوان ولكن إذا رجعتم إلى أحضان العترة الطاهرة سيثبت لكم هذا العنوان أنا لا أحدثكم عن خيالات هذا منطق الروايات هذا منطق الآيات لكنني لا أستطيع أن أورد لكم النصوص في كل مسألة من المسائل الوقت يجري سريعا تبصروا في هذه الرواية تبصروا فيها كثيرا أعيد قراءتها عليكم قارنوا بين حديث العترة وبين حديث الطوسي حديث الطوسي حديث فيه عجمة واضحة معقد في ألفاظه هذا هو الذي يشكل عليه الطوسي يقول من أن الشيعة اعتادوا على ألفاظ صريحة واضحة ما هو هذا كلام أئمتنا لماذا تأتينا بخرائك وخرائن واصل ما الذي نفعله بخرائك يا أيها الفقيه الخرئ ما الذي نفعله بخرائك وخرائ أمثالك إنهم يريدون أن يبعدون عن هذه البلاغة الواضحة وعن هذه السلاسة الأدبية الجميلة وعن هذا المنطق الذي يشع حكمة وهدى ومعرفة كلامكم نور هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وكلامكم يا أيها الطوسيون خراء في خراء كلامكم خراء يا أيها طوسي ويا باقر العلوم كلامكم نور كلامكم نور ويا أيها الطوسيون كلامكم خراء كلامكم مزبل كلامكم ضلال كلامكم جهل وجهالة وحقارة آل محمد سادتي كلامكم رفعة وحكمة وعلم وبهاء ونور وصدق وحق وحقيقة هكذا يقول الباقر صلوات الله عليه كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول كهذا الطوسي الخرئ وكمراجع النجف الخرئين فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله إمامنا الصادق يقول أبو الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سببا أين السبب المتصل بين الأرض والسماء هكذا نخاطب إمام زماننا أبو الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علم وجعل لكل علم باب ناطق عرفه من عرفه وجهله من جهله ذاك رسول الله ونحن صلوات على رسول الله وعلى آله الأطهار هذا منطق الطفسي المفتي لابد أن يكون عالما بالله وبالنبي وبالكتاب وبشؤون اللغة أن يعرف العام والخاص في نصوص سنة النبي أحاديث النبي وأن يعرف المطلق والمقيد هذه المضامين التي قرأتها عليكم أين إمام زمانه ما محل إعراب إمام زمانه هنا هذا منهج ناصبي شفعي بتري طوسي نجفي كربلائي قذر هذا هو منهج الاستنباط في حوزة النجفي وكربلاء الحقيقة من الآخر سيضحكون عليكم سيضحكون عليكم والله لو أنني أعلم شيئا غير هذا لحدثتكم به هذه هي الحقيقة المقشرة مراجع النجفي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى هذه اللحظة يستنبطون الأحكام الشرعية بهذه الطريقة ولا توجد طريقة أخرى عندهم على الإطلاق على الإطلاق سأعود لأكمل الحديث في هذا الموضوع إنه المعلم الرابع نقض البنهج الاستنباطي للفتاوى والأحكام وفق دين العترة الطاهرة نقضوه واستبدلوه بالمنهج الاستنباطي الشافري وهذه الحقائق بين أيديكم وعلى عينك يهتاجر وكذبوني لا أقول ولو بلقمة ولو بحرف فأنا ما جئت بشيء من عندي أنا أقرأ من كتب الطوسي ومن كتب العترة الطاهرة ولا قرأت من شيء آخر وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أتمنى عليكم أن تتابعوا بدقة وأن تتابعوا الإعادة أيضا هذه المطالب تحتاج إلى رعاية في الفهم تحتاج إلى روية وتبصر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر